دكتور خالد نرجع لخمسة وستين أفكر الناس اللي بيتابعونا بالسؤال من ثمانية وعشرين لغاية 2013 ثم الظروة في 2013 بكل اللي شفنا من عشرينات القرن أشكال معارك حلقات مختلفة من العنف والدم والإرهاب منذ بداية الجماعة جماعة الإخوان في عشرينات القرن سيد قد وغيره كانوا عايزين من مصر حضرتك كنت وقفت معايا على محطة خمسة وستين رغبة شيطانية الحقيقة لدى هذا التنظيم لهدم الدولة المصرية الفضل ينتج نفسه بأشكال متعددة ومتنوعة من خمسة وستين حتى وصلنا إلى 2013 محاولة الهدم وتفكيك الدولة المصرية الحقيقة كان رغبة أساسية المفارقة الكبرى الحقيقة يعني كتير من الدارسين وأنا واحد منهم اللي وقفنا قدامها أن الخطة التي كان الإخوان يعدونها في العام 2013 واستمع لها الشعب المصري كله على الهواء مباشرة تفجيرات وضرب السكك الحديد ومحطات الكهرباء والأبراج والاتصالات وغيره من مرافق الدولة من أجل تركيع الدولة المصرية بإمكانياتها سمعنا ده صوت وصورة من ربع العدوية هو هي دي خطة خمسة وستين بالضبط يعني لو لأن الأجهزة الأمنية في خمسة وستين قامت بالقبض على التنظيم اللي كان بيقوده سيد قد وأجهدت هذا المخطط كان هو هو هي دي المخطط بالضبط نسخة طبق الأصل خمسة وستين فشل حاولوا يكرروا تاني 2013 بل وكان بيهدد بيه الشعب المصري أن احنا هنفجر وعيني عينك كده هنقتل هنفجر هنستهدف الجيش هنستهدف الشرطة هنستهدف الكهرباء هنستهدف يعني كل المرافق الكبرى المعركة كانت أشرس مما أي حد يتخيل سيد الرئيس قال في أكثر من مناسبة وشفناها دراميا في مسلسل اختيار ثلاثة عن التهديدات التي وجهها أحد قادة الإخوان لقاءة جيش مصر بيقوله الإرهابيين وجايين من أفغانستان والبانيا والششان والبانيا هل كانوا يظنوا أن حفنة الإرهابيين دي ستقوى على جيش مصر ولا كانوا عارفين أنهم مدعومين بدول وأجهزة وفلوس وأسلحة وأنهم مجرد وجهة وأداة لتدمير مصر إيه يا سعر يا دكتور خالد؟ أولا كانوا مدعومين ده أمر أعتقد أن كل الوقائع والتاريخ أثبتوا أنه طبعا كانوا يفراهم دول كتير وكان حجم التمويل نهر من الأموال مفتوح بلا حساب انفاق على هذا الكم الكبير من العناصر الإرهابية اللي شفناها في سيناء وفي محافظات مصر المختلفة حجم العمل الاستخباراتي الخارجي اللي كان بيحارب الدولة المصرية وبيدعم هؤلاء بيدعم هذا التنظيم من اللحظة الأولى لألفين وحداشر ده كان يقين عندهم ما ارتكبوا من خطأ فادح هؤلاء أنه هم ظنوا اليوم واحد أن القوات المسلحة المصرية ستكون على الحياد هؤلاء كانوا في معركة مع الشعب المصري هم كانوا متخيلين إن الجيش هيسيبهم يفترسونه وهما أن الجيش من الممكن أن يكون على الحياد في هذه المعركة لذلك كان بيتحدث هذا القيادي الإخواني لوزير دفاع مصر في هذا التوقيت وبيحاول ينقلوا رسائل تهديد مبطرة هلو كده الرسالة وصلت أنه بيخوفوا يعني طبعا أن المصريين هيشوفوا كذا وكذا وكذا وهذه الأعداد كانت حقيقية اللي خلى الإرهاب في سيناء يستلزم تدخل القوات المسلحة وياخد هذه العدد من السنوات ونحن ندفع فعلا ضريبة من الدم من أبطلنا من الشهداء والمصابين اللي هم فخرنا حتى هذه اللحظة أن العدد لم يكن بسيطا وأن هؤلاء كانوا بنتكلم مع إرهابيين محترفين جايين فعلا زي ما حضرتك ذكرتي في الجزء الأول من كل دول العالم المختلفة من أفغانستان ومن ألبانيا ومن البلقان ومن الشيشان كل بقعة كان فيها تنظيمات إرهابية عابرة وإرهاب دولي حقيقي عبارة عن خليط من الجنسيات العالم المختلفة هؤلاء تم استجلابهم بمعرفة الإخوان وتم رعايتهم في الفترة من 2011 ل2013 عشان يهدوا مصر بالطبع دي أهم بلد في المنطقة هدم هذه الدولة يعني هدم المنطقة بالكامل وانفراط عقدها هذه أمور استراتيجية لا مناصة في الحديث بشأنها تعثر الدولة المصرية معناها تعثر للمنطقة كلها ارتباك الشعب المصري وانكفاءه على ذاته في محاولة تأمين نفسه من الإرهاب ده أمر يوقف الحياة في المنطقة كلها هو ده كان المستهدف الرئيسي من الإرهاب إذن ده جزء استراتيجية كبرى للمنطقة والمصر بس بعد الناس أحيانا يمكن بطيبة أو بسزاجة أنا بتكلم عن المصريين يتصوروا أن دي خصومة سياسية إيه رأي عدرتك في تعبير خصومة سياسية؟ يعني بعيد كل البعد عن الحقيقة وإلا لم يكن هذا النمط وهذا النموذج كان موجود معنا في نفس الوقت في سوريا وربنا يعفيهم منه لم يخرج حتى الآن وفي نفس التوقيت بتاعنا كان في ليبيا وكان في تونس وكان في السودان وكان في اليمن بنفس مفاصل المنطقة العربية كان بيتم استهداف عشان كده كنا بنقول إحنا مش وحدنا ودي كانت الخطورة والإرهاب ما كانش إرهاب مصري وما كانش إرهاب محلي آه الكتلة الرئيسية والمحرك الرئيسي في مصر باعتبار أن الإخوان هم القادة لهذه الميليشيات المسلحة وهم اللي بينصقوا عمل كل هذه التنظيمات لكن كان أيضا قصد أنه مش بس يهدم الدولة المصرية لا إنه يربك ثلاث أو أربع دول عربية في نفس التوقيت من أجل أن تكون المنطقة يسودها الفوضى اللي تحدث عنها المفكرين الأمريكيين وهم بيتكلموا على مصطلح الفوضى الخلاقة إن المنطقة دي لازم يحصل فيها هزة عنيفة جدا ما تقومهاش لعقود طويلة وبين الفوضى الخلاقة وبين مخططات التأسيم القومي بالضبط بالضبط